اختهم ده بقى بيبقى ليهم نفس الحكم للزوج يعني طبعا بيبقى كانها تحت وطقة وهم بيردوا شرفهم يعني ما يتعقبوش ولا ليها عقوبة تانية مجرح لك تبا يضح لنا والله هو في مفهوم خاطئ ان الزوج نواي يقتل زوجته في اي مرحلة اذا ثبتت خيانتها له يعني احيانا في اماكن يعني هو مش موجود في اماكن الصعيد والبلاد الجامدة دي بيبقى عندهم طار او عندهم حاجات زي كده خاصة ان هو مثلا ده اخطأ ده شرف ده عارض لا ده عارض ده ده افكار جاهلية احنا مش نتكلم عليها انا بيكلم دلوقتي حديث القانون والقانون بيقول ايه القانون وضع للزوج فقط عزر مخفف حين يفاجأ يفاجأ زوجته اه يعني يتفاجأ اهم حاجة ان هو يحس عنصر مفاجأة يكون قدامه يشوف ان زوجته في موضع من مواضع التلبس بجريمة الزنا مع اخر فيقتلها فورا اما اذا فكر وفيه كان مثال بيقولوانا دايما في قولية الحبوب بيقول لو الرجل راح المطبخ جاب سكينة ورجع تاني هنا بيتسئل عن قضية قتل عام لكن مجرد في لحظة المفاجأة فقط للزوج هنا التلبس بجريمة الزنا وخيانتها لو فقط الزوج يعني لو دخل مرة واحدة وشف يعني دايلة على طول وقتل العشيب من غير ترتيب بيبقى انصر مخفف بيكون عقبته 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 وعقبته الحبس وغالبا المحاكم يعني اذا تغفرت شروط الأوزر المخفف فبيكون المحكمة غالبا ما بتوقف كمان حكم الحبس وتصدر حكم الحبس مع الإقاف وأقصى حكم بيكون بسيط جدا يعني دا لحظة لما الزوج يفاجأ في لحظتها لكن اذا فكر اذا اكتشف الجريمة وقعد يرتب ليها هو يسأل هنا على جريمة القط العام تبقى لنص المادة 230 من قانون العقبات وعقبتها هي الاعدام القانون فقط حتى هذا العذر المخفف للزوج لانه بيفقد ادراف وعيه في اللحظة دي أما جرائم الشرب بالنسبة للأب أو الأخ القانون قال ما ينفعش القانون قال لا يجوز يعقبوا حتى لو فجوا بارتكاب أختهم أو بنتهم جريمة الزنا وقتلوها بيعقبوا تماما بجريمة القتل العام لأن القانون فقط حط عذر مخفف للزوج فقط يعني للزوج فقط لا يجوز القياس عليه ولا يجوز التوسع فيه تفسير ولا الأخ ولا ابن الخالة أما أفكار الجاهلية إن أنا باخد حق بإيدي لا حقك بإيدك تاخده في دولة غير دولة القانون غير دولة المؤسسات تاخده في الغابة إحنا مش في غابة إحنا في دولة مؤسسات دولة قانون أنا عارف إن الكلام صعب وعارف إن النار بتبقى قيدة في قلوبهم لكن القانون لازم كلنا نلتزم به شفت جريمة بلغ عنها شفت بنتك فكر في مرحلة الستر الأشقاء اللي قتل عشيك أختهم وقالوا إنه هو عشان دي طفلة صغيرة وضحك على عقلها فتكلبوا عليه وقتلوا طبعا تفكروا قبل ما تكون أول حلولكم وأول تفكيركم وأول حلول عندكم هي القتل فكروا في الستر الستر ربنا يصطر على عمالهم يعني فكروا في الستر الناس تقولك لا هذه دياسة لا الستر من سطر مسلما سطر الله يوم القيامة فكر في حلول تانية غير القتل بلغ بلاش مش عايز الستر أنت قتلته جلبت العار ليك وليها والأهلك والناس كلها بقت تتكلم لكن أنت لو فكرت في مرحلة الستر برحتك مفكرتش برحلة الستر أنت كنت ممكن تبلغ عنه والجريمة هنا تصل عقوبتها إلى الإعدام يبقى أنت وصلت للنتيجة اللي أنت عايزها بإعدام هذا العشيق بيد القانون لكن مش بإيدها القصاص بيد ولي الأمر وليس بالمضرور من الجريمة أنت مش هنتنصب نفسك جلاد على المجتمع أنت شفت ده أصاب شرفك في مقتل بلغ السلطات والسلطات بتهتم جدا وبتصل الأقوبة إلى الإعدام ودول أفكارهم أفكار جاهلية وإحنا بنشجعش عليها أبدا ده بقى حيدخلنا في حتة تانية اللي هي جواز القاصرات يعني دي كارسة كبيرة يعني حضرتك تكلمنا عنها كده باستفادة شوية عشان نوضحها للجمهور والله جواز القاصرات بيحصل دلوقتي في كل قرى ودجوع ومحافظات مصر كلها بقى منتشر جامل بيفكروا بالستر بفكر الستر البنت أصبحت عبقة علينا فإحنا بنسطرها ده ما اسموش ستر ده اسموه هتكل الستر إن انت تزوج بنت صغيرة طفلة ما تعرفش يعني إيه جواز وما تعرفش يعني إيه حياة أسرية وما تعرفش تربي عيالها وتخلف طفلة تخلف طفل وما تعرفش ترعيه انت كده بتدمر مجتمع كامل بييجي في بعض القرى وبعض كمان محافظات القاهرة واسكندرية يعني أصبحت ظاهرة البنت مجرد ما تصل إلى سن بس الزواج وأقل من السن القانوني التي حددها القانوني هي 18 سنة بيفكروا إن هم ما يزوجوها طب القانون حدد سن 18 سنة لزواج هذه الفتاة بيكتبوا بقى ممكن يكون مأزود شرعي فعلا ممكن يكون محامي ممكن يكون رجل من كبار أهالي القرية بيكتب عقد عرفي وبيبضوا الزوج على إيصال أمانة بمبلغ كبير أو مبلغ على بياض عشان ضمان حقوق البنت طبعا الزواج ده ما بينجحش الزواج ده بيبقى فاشل لأنه زواج بنت طفلين ولسه شايفين يعني هو بيبقى بيبقى البنت سنها صغير والولد سنه صغير لبا ولا بيبقى الكبير والله إيبقى 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 في تجارة اللحم الرخيص إيحنا هنتكلم في الزواج العادي ده منتشر جدا سيد المستشار في القرى إنه هم بيبقى زي ناس اللي لهم وضعوا كيان في القرى فبيبقى عندهم حكة الاستغلال دي إنه هو عجب بنت صغيرة الأب غلبان فبيتطر إنه إيجاوزها فدي بتلقى منتشر ده 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 تجارة اللحم الرخيص إيحنا مش نكلم فيها دلوقتي إيحنا نتكلم بقى في الزواج الطبيعي بيبقى شاب أقل من السن أو متجاوز السن بيتزوج بنت صغيرة جدا وأهلا بيقوا فرحانين عايزين يسطروا بنتهم ولكن هذا هو هدك الستغلال زي ما أنا قلت وبتحصل مشاكل كتير جدا وبتحصل كوارث من هذا الزواج البنت لا بتقدر تتحمل الحمل ولا الولادة ولا بتحمل المسئولية وزواج طفلين ببعض هينتج إيه غير أطفال ضعيفة جسديا ونفسيا يعني كوارث وبيحصل كوارث كتير جدا وغالبا بيختلفوا وبيكون الزواج عرفي وغالبا في بعض الأحيان الزوج بيتنصل من نسب طفله لهذه الزوجة بيبقى أنت عشان تخلص بالبنت وتسطرها بترجع لك بطفل هي مريدة والطفل مريض وكمان أبوه مش معترض بيه وتخصش في مرحاية مشاكل وأضايا وتقادي احنا في غينة عنها طب ما فيش بند في القانون يلغي موضوع القاصرات ده بالعكس ده القانون بيشجع على زواج القاصرات بيشجع لأن الزواج القرفي ده يجوز عمل عليه حاجة اسمها تصادق على عقد الزواج بيتحول عقد العرفي ده الغير قانوني إلى عقد رسمي من تاريخه ودي صغرة في القانون احنا كنا بنطالب أن يتعدل القانون ونلغي ده وكمان فيه جريمة بس الجريمة للأسف بتكون في الوسائق الرسمية لما يكونوا بيقللوا بيذكروا سن للزواج الفتاة أكثر من السن يعني عندها 16 سنة بيقوله 18 سنة فبيكون فيه بسئولية قانونية على المأزون وعلى الأب والأم لكن هنا مش ده موضوعنا ده بنتكلم على الزواج القرفي المنتشر وبيسمونه كمان تسمية غبية تسوية اسمية اسمها تسمية زواج السنة السنة بريئة منكم ومن أفعالكم ومن جريمكم ده مش زواج السنة ده اسمه زواج الشياطين انتوا كده بتخربوا بيوت وبتخربوا المجتمع الفتاة دي والولد دوت اللي مفروض يبنوا أسرة عظيمة وأسرة تبني المجتمع ما هو المجتمع ايه كله غير بعض الأسر أسرة جنب أسرة جنب أسرة يعني هو يعني الجواز العرفي مرفوض لا الجواز العرفي مرتش مرفوض أنا بقول الزواج ما بين طفلين ما حضرتك بتقول ما بيبقى بناتج عنه الجواز العرفي ما هو الجواز من الاتنين ايه ما هيبقى جواز عرفي وبعد كده يوصك الزواج العرفي الزواج العرفي إذا اكتملت شراطه وأركانه القانونية فهو جواز زيه زي الرسمي وإن كان في بعض الاختلافات تمام أنا بلا بتكلم على حل ولا حرم لأ ده حلال وده حلال إذا اكتملت الشروط وكمان فيه زواج رسمي حرام لو فيه زواج رسمي مش مكتمل الشروط ومش مكتمل الأركان بيبقى حرام لكن أنا بتكلم على الزواج اللي بيسموه زواج السنة ونسطر البنت ونجوزها ويلا ارمي البنت كأنها عب عب عليهم عب علينا ونرميها ما أنتها بترجعلك تاني أكتر من عيل وبتجيلك مريضة وبتجيلك بمشاكل كتيرة وغالبا الأبهات لما بيحصل مشاكل بعض الأطفال دول ما بيحصل مشاكل بيتنصلوا من نسب الطفل هتروح فين ترفع قضايا وتجري في المحاكم أنت عايز تسطر بنتك ولا عايز تهتك ستر بنتك لا إحنا عايزين برضو من طالب الورمان الجديد أنه هي سن قانون بتجريم الزواج العرفي أو أي نوع من أنواع الزواج أقل من السن القانونية ووضع عقوبة مشددة على الطفلين إذا كانوا أقل من السن القانونية في سن الطفولة يعني الاتنين يتعاقبوا يتعاقبوا ويتحبسوا قدام محكمة الطفل والأباء يتحكموا برضو يعني ما هو الأساس الأباء يعني ما هو تبقى مسؤولية مشتركة أيوة دول يتحكموا أمام قاضي الجنح والأطفال الزوجين يتحكموا برضو أمام قاضي محكمة الطفل يعني هي بالفعل زاهرة بقت منتشرة حتى في المدن يعني مش لكل مدنين يقول في القرى وفي الريف وفي الأرياف في المحافظات الصغيرة عشوائية دي ده بقى أصبح بقى في المحافظات العدية والله في القاهرة وفي قلب القاهرة كمان طب ده ده إلت وعي يعني من منظور حضرتك ده يعني ما هو في بعض الناس اللي بتتاجر بالدين أصحاب المصالح في هذه الزيجات اللي بيكتب العقد أي مكان صفته أو ممكن يكون كبير القرية بيعمل نفسه كبير القرية أو كبير المكان أو كبير المنطقة بيكتب هذا العقد وبيستفاد مادياً وبيستفاد معنوياً وبياخد عائد طبعاً بياخد عائد طبعاً فبيقول لهم هذا هو زواج السنة وهذا هو الزواج الذي نص عليه الإسلام وبيقولوا بقى كلامه افطراءات على الدين ما أنزل الله به من السلطان زي النبي تجوز ستين عائشة عندها تسع سنوات وهذه المهاطرات الكبيرة جداً اللي همش عايزون نخش فيها بيخلوا الدين الإسلامي بيلوه دراعه بيلوه نصوصه على أساس أن هم يحللوا الحرام بيحللوا الحرام طبعاً دقينه حرام طبعاً حرام يعني طبعاً هو سن صغير يعني احنا مش هنقول بقى المجتمع وقال التوعية بس برضو ده بيندرك بحطة التوعية ما هو بيسمع كلام مين بيسمع كلام راجل مربي ده نقعد كده وبيقول أنه هذا هو الدين وهو ده هذا الست وهو نتايجه أنا بقول فكرة الأولاد الصغيرة يعني هو ده فكرة أولاد صغيرة لا مش الأولاد الصغيرة ده أولاد الأهالي أهالي حمل الأولاد هم وفقوا على بعض يعني أنا عايدة فهمت لا الأباء والأمهات من الطرفين بيحاولوا بيفرحوا بأولادهم بجواز الفدري دوت وبتحصل خراب وسمت شرع وسمت مصلحة هنا تجد مصلحة الناس فسمت شرع الله ما نشوف مصلحتنا فين هذا الزواج يؤدي إلى كوارث يبقى شرع ربنا ما بيؤديش إلى كوارث طب معنا مدخلة كده مع العمدة سيد محمد هاليدي ألو 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 السلام عليكم السلام عبد الله إزاي كسيد محمد إزاي حضرتك عامل إيه أهلا بسهلا إزاي حضرتك كبير بصفتك بقى عمدة وديك طبعا وضعك في كيانك في البلد عندك فعايدة أعرف رأي حضرتك في جواز القاصرات هل ده منتشر عندكم ولا لأ يعني آيوة سمعني آيوة آيوة لا بالنسبة لجواز القاصرات حضرتك أيوة أولا ده مرفوض مرفوض رفضا تاما تمام ليه؟ لأن جواز القاصرات نشأ على شاكل كيلك بشاك المشاشر مهال دلوقتي بيزبان عليه مشاكل جامدة جدا بيبقوا لسه طفلين صغيرين ما يعرفوش يعني إيه جواز ما يعرفوش يعني إيه عيشة فبيتبص تلاقي حضرتك إيه؟ جاء عيال جابت عيال بقيت الجسم الأم ضعيف جدا أه ضعيف وأب ما عندوش دراية بالمسؤولية فبيبقى حضرتك لا يعني طبعا غلط طب يعني حضرتك ما تعرضتش في المدينة عندكو يعني حاجة زي كده؟ يعني ما جاش مثلا موضوع زي كده واتطلب من حضرتك؟ اتعرض يعني أن فيه حد عايز يجوز أولاده وهم سنه صغير يعني؟ ولا ده مش متواجد أساسا هناك؟ يا فندم القربة والنجوع وطبعا الحكاية دي منتشفة جدا تحت مساميات حاجات تجير طبعا يعني مبدئيا العمل ده مرفوض يعني أنا أحيي سيادة المستشعر أن نتكلم يعني الكلام اللي هو أنا أقوله أنا أحيي جدا جدا ربنا يبرك لنا فيه لا رجل يعني علامة ربنا يا خليم ربنا يا خليم أنت أحسن لا يا حبيبي ده حقا الله يبنتك شكرا لكن في ناس بيبقى الواحد ده المؤد كده وبيبقي بمال يعنيه ده يشكش المستشعر مهان تمام تمام طيب برضو فيه سؤال برضو عايز أتأكد من حضرتك بالنسبة للقصاص يعني عندكو برضو لو حصلت جريمة زي جريمة الزنا هل من الممكن غير الزوج بتنتشر عندكو يعني ولا برضو مش موجودة يعني الزوج هو اللي يقتل لكن الأخ أو الأب لا ما عندهوش حتى ذي بصي هو ليس بالزنا ولكن هو يعني زي فتات المستشعر مهان نعم مرفوض شكلا وموضوعا لأن زي برضو البنت صغيرة بسمها صغيرة الأب صغير ما عندهوش راية بالحياة يا عمدة بتسألك بتقولك عن جرائم الشرف القتل الأزواج لزوجاتهم أو الأخ أو الأب اللي بنتم بتصبت في جريمة الزنا يعني ده مش موجود يعني برضو ده مرفوض فيه درائم قتل يعني بتحصل بجرائم الشرف بيشبه لي ولا مثلا ولا حاجة تانية يعني درائم القتل عندكو يعني فيه فيه الطار الطار ده مبني على إيه عندكو هو مستمعنا لا 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 يا فندم لا 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 هو حضرتك كل يعني شكرا يا فندم شكرا يا فندم هو عموما هو غير مفهوم هو غالينا مفهوم الموضوع كله العمدة طبعا بيدور على مصلحة المكان اللي هو فيه وبي دايما دايما يعني بيحاول يظهر ان مكانه مفهوش اي مشاكل وهو اكيد عشان هو قايم بوجبه وده دور كل العمد وكل كبارات القرية او كبارات المدينة او كبارات المدينة فده دورهم ان هم يوصلوا توعية للناس وانا بشكر العمدة على مجوداته الجميلة دي طيب احنا بقى عشان الوقت بتاعنا بيجري انا عايزة عندي لسه كذا موضوع بس اه فيه حتة موضوع مهمة جدا انا عايزة تكلم فيه من جانب الانساني بالناشد منه لحضرتك وتبقى معنا طبعا احنا اي حاجة فيها روح لازم يكون عندنا جانب انساني حصل موكف صعب جدا في مكاني مش هذكر اسمه حاليا بس انا يعني حقول لحضرك الوقع والناس تمعيني وهقول لهم ان احنا حنتواصل معاكم و باذن الله حنجيب حق الكلبة بعد اذن حضراتكم حصل موقف كلقاتي ست المستشار ان كان فيه كلبة والدة في مكان مقر يعني مختص يعني مقر ده مهم المكان ده صاحب المقر رفض وجود الكلبة فطبعا قاموا بتسمموها اثناء وهم بيدوها الاكل واتسممت كانت بتتلوى ففكروا طبعا تفكير شيطاني عملوا ايه هم فحروا فحرة قدامها وخدوا الاولادة الصغيرين وحطوها وردموها بقت هي بتصرخ صراخ الام التقطيع بطنعها من السم وبكى على الاولاد اللي هم ان الكلبة ماتت مرتين حزنة عليها طبعا احنا الرفق بالحيوان ده من اهم حاجة احنا بنشد بيها دي روح ده حق يعني انا لما سمعت الموضوع ده انا بجد زعلانة جدا جدا يعني مش عارفة في قلوب وصلت لكده اللي يقدر بالفعل اللي يقدر يعمل ويقتل يبقى شيطان دول قتلوا ارواح يعني ممكن برضو يعملوا اي شيء تاني باديهم وكأنهم ما عملوش حاجة روح يعني ما خافوش ربنا صفحنا وتعالى والله من خلال برنامج حضرتك دايما بنوجه نداء للسيدة وزيرة البيئة انت مهمتك الحفاظ على الحيوانات وحفظتك على البيئة ويا ما قدمت لحضرتك صرخات وآلام بعض الناس المهتمين بالحيوان والرفق بالحيوان والاهتمام برضو بالحيوان يعني احنا مش بس الناس اللي بتعزب الحيوانات وبتقتلها زي ما كده في الواقع الموجودة ديت بتقتلها مرتين مرة بالسم ومرة بالحزن على اولادها اللي بيقتلوهم قدام عينيهم الجروات الصغار يا سيد وزيرة البيئة أرجوكي أرجوكي نتواصل معانا وعايزين ان حضرتك احنا معانا كل البيئات الموضوع احنا ما بدناش نقولها على الهواء وكمان للأسف الشديد ان هذا المكان وهذه الجريمة اللي تمثل جريمة جنائية وأخلاقية وضرت بمشاعر المواطنين اللي عارفوا القصة ديت واللي شاهدوها رؤى العين في مكان حكومي وحضرتك احنا معانا البيانات وعايزيننا تتواصل معانا مع البرنامج وهنا نمدي بكل البيانات مكان في جهة حكومية حصل من رئيسه هذا الفعل المنكر وقتل بلا رحمة الكلاب الأم وجروها الصغير كانوا أربعة انا عايزة أقول لحضرتك دي جريمة جنائية معاقب عليها وعاقب عليها وجريمة عقوبات الحبس لكن انا مش بس أزيت مشاعر الحيوان الناس دي جابت عدم الرحمة منهم مالي أرى هذا الرجل الذي نزع الله الرحمة من قلبي ان شاء الله بإذن الله إن كانت عدالة الأرض لن تكفي للقصاص منك أيها المسؤول في الجهة الحكومية اللي احنا بنقول عليها اللي معانا بينتها سيكون جزائك بإذن الله في الدنيا والآخرة من رب العباد احنا بنرجو ان احنا تواصل معانا عشان نمدلكوا كل البيانات دي وتقدموا هذا الرجل المحاكمة هذا الرجل العديم الإنسانية الذي نزع الله الرحمة من قلبي طبعا انا بضم صوتي لصوت السادت المستشار وإن شاء الله الموضوع ده مش هينتهي إلا بأخذ حق الحيوان التوفى من ناتج من قلوب غير رحيمة وأنا بطمن الناس اللي يعني تواصلت معي وإن شاء الله إن شاء الله هنجيب هده الروح ننتقل بقى لآخر حاجة كده عايزة أقولها لك اللي بقى حنزعلك بيها شوية تبط بقى يا سادت زعين عليحنا بقى تعاملة بقى مع حضرتك كل مرة كده تزعلنا بجاءت لله يعني أنا بص بقى أنا هتكرهني بعد كده انت هتقول سكرينشوت ده ستندولت بداعي طبعا حضرتك كنت الأول يعني مساند أو واقف ضد سامة المصري جات لنا تصرحات إن حضرتك مع الفريق اللي بيدافع عنها فأصبح فيه تناقض كنت ضد بقيد يعني معاها إزاي يعني احنا مش عارفين بقى الحتة دي ايه مش كل مرة بقى لها حاجات خلافات كده ما ينفعش الموضوع ده معينا والله إنت حضرتك ما تخدش معلوماتك كلها من سوشيال ميديا إنت حضرتك كل معلوماتك صحيحة لكن أنا هجاوب على حضرتك يعني بدون قطع كده حضرتك يعني ده ما حصلش يعني حضرتك في الأول قلت أيوة يعني ضدها دلوقتي بقت فريق وضح لنا أنا ضد كل أفعال سامة المصري وقلت إن هي ستعاقب بالقانون وده اللي حصل فعلاً وتم الحكم عليها بحقوقات مؤيدة مقيدة للحرية وتم تأييد هذه الأحكام في حاكم الاستئناف أنا قلت لما كنت بتكلم على سامة المصري قلت إن هي عايزين نعاقب معاها اللي شجعوها على ذلك اللي فهموها إن الطريق الوحيد للشهرة فقط هو العري والفيديوهات المبتزلة الناس اللي كانوا شايفين أو موضحين لها إن هذا هو الطريق الوحيد للرؤية أو كانوا بيسندوها لأن حضرتك كان الفيديوهات هدية مولة من بعض الناس أنا معايا بيانتهم ومعايا كل ميدلة على ذلك وكل مستندة دلة على ذلك وقلت أنا مش بس عايز حاكم سامة المصري أنا عايز حاكم كمان الناس اللي شجعوها على ذلك وهم أو المحردين عليها على ذلك والقانون كان بيسندني أما مسألة إن أنا أكون منضم للفريق الدفاع عن سامة المصري ده أمر مختلف تماماً ده أحد أصدقاء سامة المصري قال لي أنت أكتر إنسان هيقدر يوصل عدالة المحكمة ظروف سامة المصري عشان توقع عليها العقوبة المناسبة لها أنا عمري لما قلت إن سامة المصري هتطلع براءة ولقلت إن أنا هجب لها براءة ولقلت أي حال ده يا فندم ده كلام ده ده القضايا خلصت ده كنت في وقت من الأوقات كنت همضم لفريق الدفاع عنها لأن من حق أي إنسان مهما كان مدين في أي جريمة يكون له محامي ودور المحامي مش إن يخلي المجرم يفلت من العقاب لأ دوره إن هو يكيف الوقع ويوصلها بأوصفها الحقيقية لعدلت المحكمة عشان عدلت المحكمة تتوقع العقوبة المناسبة يعني فيه قضية قتل عقوبتها الإعدام وقضية قتل عقوبتها غرامة مية جنيه وهذا قتل وهذا قتل مع اختلاف الوضع بقى أو الظروف أيوه الدور المحامي إنه هو بيشرح للمحكمة دفاع والدوافع وأساني الدفاع المتهم لكن أنا ما قلتش يعني حضرت دوافعش أنت بتدفع عن نفسك بطول أنه هو فيه حد يعني عايزين أيو أيو إنه هو يكون ليه محامي لو كل المحامين تخلوا عن المجرم هتبقى حكم المحكمة غير قانوني أنت خلتنا كده نيجي الحتة مهمة قوي يعني لما حدت بطول يعني أنا ممكن يكون شايف إن الموضوع ده مخت بس جاني ومطالب مني إن أنا أترفع عنه هتترفع أه طبعا ويجيب له البراءة والله إذا كان يستحق البراءة ونفترض إنه هو ما يستحقش بس فيه بعض الحاجات اللي ممكن أو الصغرات الصغرات الصغيرة اللي ممكن تطلعوا منها هتقدر أه طبعا بصي استغلال الصغرات ما أنا أقول لحضرتك دي بتيجي في الجدال اللي بيقولوا بمهمة المحامي إيه مهمة المحامي إنه هو يزبغ مواد القانون على الواقع تماما ويعطي العقوبة المناسبة حسب ما ارتكبه المجرم من جرائب بدليل إن المحكمة ممكن النيابة العامة وهي الخصم الشريف في الدعوة لها كل التقدير والاحترام تقدم المتهم باتهام مغلص وشديد العقوبة والمحكمة تعدل هذا التكييف القانوني وتديله تكييف قانوني خالص وتديله حكم بسيط جدا زي مثلا ممكن المحكمة ممكن نيابة العامة تقدم شخص بجريمة الإتجار بالمخدرات والمحكمة ترى إنها هي جريمة تعاطي وتعطيه عقوبة جريمة التعاطي أما إن إحنا بنستغل الصغرات لا دا طبعا كلام غير عاري من الصحة تماما إحنا بنقول القانون ونطبيق نصوص القانون على الواقع والمحكمة في الأول وفي الآخر هي الخبير الأعلى لو المحكمة ما اقتنعتش وما شافتش إن دفاع المتهم جدير بهذا الدفاع ما هتقضي بالإدادة طبعا لكن دور المحامي إيه الشاطر إن هو يشوف تصوص القانون ويوصلها للقاضي يعني مثلا هديك مثال بسيط لو فيه زابط أبض على متهم بإجراءات باطلة في قضية إتجار مخدرات إحنا بنقول إن هذه الإجراءات باطلة رغم اقتناعنا واقتدع المحكمة إن هذا المتهم جاء مجرم وإن هو محائز للمخدرات وبقصد الإتجار لكن المحكمة بتقضي بالبراءة ليه؟ مش إحنا بنحمي المجرم نحنا بنحمي حرية المواطن وحرية تطبيق القانون كما نص عليها القانون وكمان عايز أقول كلمة نهائية المحامي بعقد ما بين الموكل وبين المحامي لإنه قد يفلت من العقاب الدنياوي لكن ما فيش عقد ما بين المحامي أي مكان شهرته مهما كان سيته إنه هو يمنع هذا المتهم من العقاب الإلهي يوم القيام طبعا هذا زي العادة الوقت الجالي الوقت خلص؟ أه طبعا وكلمة في سنة إن كان فيه موضوع بس الموضوع ده حنعرضه بقى الحلقة الجاية موضوع مهم جدا مكتمل لحلقات سابقا ما بيننا ومن بعضنا قبل كده بس يرضو مش هحرق موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله أشكرك طبعا أنا تعب لك نهارضة في الاشتراك كتير طبعا نشكر سيادة المستشار أيمان محفوظ على كل الاستشارات القانونية اللي احنا أخذناها وأشكر أشكركم عزيزي المشاهدين على استماعكم للحلقة وبقول قبل ما نهيها إن أي حد عايز يستفسر أو يتواصل معنا أو أي سؤال لسيادة المستشار يتوجه لنا وإن شاء الله هنجاوبوا إجابة قانونية أشكركم وتصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر